السيدات والسادة المسافرين على متن خطوط رحلات شركة طار في الهواء شاشي للطيران أهلا ومرحبا بكم حسنا على راحتكم وسلامتكم وسلامة طاقم الطائرة والإنسانية عموما نرجو الانتباه للتعليمات التالية أولا لكل ركب مقعد مخصص للجلوس وهو نفس المقعد يا سبحان الله الذي يحمل نفس الرقم الموجود على تذكرة الصعود للطائرة لذلك فإن أي محاولة للصعود بدري أو زق الآخرين للجلوس في الصف الأمامي أو جنب الشباك ستكون غير مجدية وهيبقى شكلك وحش قوي في حالة رغبتك في تبديل المقعد مع راكب آخر رجاء إجراء هذه المفاوضات بعد إقلاع الطائرة وبدون طلب تدخل من تقم الضيافة أنتو كبار تفاهموا مع بعض إحنا ملناش دعوة ثانياً يوجد أسفل المقعد سطرة نجاء وقناع للتنفس ليست هدية من الشركة لاستخدمها على البحر في المصيف كذلك البطنيات بتاعتنا مش تلف بها الواد وتخذيها وطقف يتتخاني بقى على باب الطائرة عيب والله إحنا في الجو لازم نرتقي القاع الزحم ثالثاً من نسبة لركابة لدينا استحبونا معهم أطفال ممتعين ربنا خليه سياداتكم في حالة استمرار بكاء الطفل أكتر من نصف ساعة متواصلة نشوفها وعايز إون الزيور ومحبكش بقى إيه نربي العيال على ارتفاع عشرة آلاف قدم عن فطح البحر وقاعدة عمّة للمسافرين بصحبة أطفال يفضل السفر بالباخرة أو القطار أو أي وسيلة يمكن القفز منها رابعاً أي محاولة لفتح أي من الأبواب الثمانية على جانبية الطائرة باعتبار أن شكله كده باب الحمام سيؤدي إلى سقوط الطائرة هنموت كذلك فإن سؤال أي فرض من طاقم الطائرة هو الجدع اللي جوه الحمام ده بيعمل إيه كل ده؟ هو سؤال عبثي لأننا فعلاً ما نعرفش هو متأخر ليه وما نحبش نعرف خامساً اختيارات الطعم داخل الطائرة محدودة بيف أو تشكل فلما حضرتك تتسقل لحمة أو فرقة ما تسألنيش لو في سمك وما تسألش فرقة أحسن ولا اللحمة عشان على فكرة كلهم تعمهم سمك وما تسألش الموذيفة أنت بتحبي إيه أكتر عشان دا يعتبر تحرش أيضاً ما عندنايش غير شواك ومعليق بلاستيك لأن لما حطينا أدوات أكل معدلية كنت بتتقلب برضو حتى معلق الشي فدسل بالنسبة لمأكلات الشخصية المحمولة في الحقائب على الطائرة كالفسيخ والمش يرجع عدم إخراجها نهائياً داخل الطائرة لأن الأكسجين الموجود يكفي للتنفس فقط سابعاً عند تعرض الطائرة لمطب هوائي نرجو عدم توجيه الإهانة والسباب للطيار عشان شكله سواء أعمى أو سرحان أو أكل المطب بأوشومية المطبات الهوائية لا ترى بالعين المجردة وكون إن اسمها مطبات دي مجرد صدفة على فكرة كذلك نرجو عدم المبالغة في إطلاق الزغاريت عند هبوط الطائرة بسلاسة وأمان وفي النهاية تقم الضياف الموجود على الطائرة هو في خدماتكم دائماً لكن تبش معناً إننا تخدمين عندكم على فكرة فالعايز حاجة يقبها بأدب واللي بيفكر يقلب حاجة فكرة هو عايزها فعلاً ولا جاية تسلى إحنا أولاد ناس قوي وبنها بقى تحسن منكم كلكم نرجو الإلتزام بالتعليمات وشكراً لإختياركم خطوط طرف الهواء الشاشي وأنا أتمنى لكم رحلة سعيدة